الفيديو دوت هنتكلم من تفصيل اكتر عن E-Content Developer Job Profile وهو احد الـ Job Profile المهمة جدا في مجال الـ E-Learning هنتعرف اكتر عن ايه هي المينروس بمسابلتز اللي بيقوم بيها الـ E-Content Developer وايه هي اهم المهارات المفروض تكون موجودة عنده وهنشوف بعض المصادر اللي ممكن تساعدك كبداية في البداية محتاجين نعرف ايه الفرق بين الـ E-Content Developer عن اي ديفولبر عادي ان الـ E-Content Developer لازم يكون عارف مفاهيم اساسية خاصة بالـ E-Learning يعني ايه تصميم تعليم ازاي يقرأ الـ Storyboard ويفهم انت طلباتها يعرف يعني E-Learning Objective وازاي ان احنا لازم نصلها في النهاية والكورسين اللي احنا بنرشحهم علشان نفهم الاساسيات دي هات كاملة هو كورس الـ E-Learning Fundamental وي كورس الـ Instruction Design الموجودين على مناصة مهارتك المين الـ Regents Abilities او الـ Daily Taskes اللي بيقوم بيها الـ E-Content Developer بتختلف من شركة شركة على حسب طبيعة المشروع والتكنولوجي المستخدم لك يعني هنتطرلك للـ Daily Tasks بشكل عام اول دور اساسي الـ E-Content Developer انه بيقوم بتحويل الـ Traditional Learning اللي هو المحتوى الغير تفاعلي الى محتوى إلكتروني تفاعلي او ممكن نقوم عليه Fully Interactive Engaging and Motivational Digital Learning وده باستخدام طرق الـ Development المختلفة اولا باستخدام الـ Ausring Tool الـ Ausring Tool هي صفتوير متخصصة في صناعة المحتوى التعليمي بيبقى فيها فتشار خاصة بتطوير المحتوى التعليمي بشكل اسرع بيطلع نتائج أحسن وبيقلل طبعا وقت تطوير المحتوى بشكل كبير مقارنة بالـ Traditional Custom Development وده بيتطلب ان الـ E-Content Developer يكون ملمب بأستيسيات الـ Ausring Tool وازاي استخدمها عشان اتطلع بيه المحتوى في شكل مفاعلي زي ما هي موجودة في الـ Storyboard بالضبط يفضل طبعا هو يقدر يعمل update للـ Knowledge بتاعته كل شوية في الـ Ausring Tool لان هي تتطور بشكل سريع فيها مثلة كثيرة جدا على الـ Ausring Tool أشهرهم Articulate Storyline Captivate و Iceberg من الرسورس المهمة جدا لو حد عايز تعلم Articulate هو موقع e-Learning Heroes وده يعتبر الـ Official Community للـ Articulate فيه كمان كورسين يعتبروا من الـ Best Seller على موقع Iodemy وهم Create e-Learning Courses Using Articulate Storyline وليس create a course in Articulate Storyline تاني طريقة في الـ Development المحتوى عشان يكون تفعولي هي باستخدام لغاة البرمجة أو الـ Custom Development لان فيه بعض الكورسات بيكون صعب ان احنا نعملها باستخدام الأسرنجتوري العادية فبنحتاج ان احنا نكتب لها كود مخصوص عشان خاطر نحاق الـ Requirement اللي موجودة في الـ Storyboard عشان كده أي e-Content Developer لازم يكون ملمة بأسريات الـ Web Development زي الـ HTML والـ CS والـ Java Script ودي اللغاية الخاصة بالـ Front End من الحاجات الـ Advanced اللي ممكن تدي ميزة الـ e-Content Developer برضو ان يكون ملمة ببعض اللغاية الخاصة بالـ Back End زي الـ PHP والـ Java والـ C-Sharp ودوت نت بجانب الـ XML والـ SQL أو انه يكون بيشتغل بلغة من اللغاية الخاصة بالـ 3D Interactivity زي الـ C-RGS ودي لغا بتمكنها من خلق بيئة فعالية سلسلة الأبعاد على صفحات الـ Web زي الـ C-RGS Library وكمان استخدام الـ New Trends في التكنولوجيا الخاصة اللي بتصبورت الـ Education زي الـ Virtual Reality والـ Augmented Reality اللي بيكون لها Libraries خاصة دي تعتبر Edge للـ Developer خاصة لو هو بيعرف يتعامل مع Libraries دي من أكبر الرسورس اللي موجودة أونلاين للـ Web Development هو موقع W3Schools وهنلاقي عليه مجموعة كبيرة جدا من الكورسات المجانية المعظم اللغاية سواء كانت Front End أو Back End هنلاقي كمان على منصة مارتك كورسات مهمة زي Learning HTML and CSS وي كورس الـ JavaScript بالإضافة كمان لكورس Building Web Application يوزج الـ PHP and MySQL تالت مهمة في مسؤوليات الـ E-Content Developer ان هو يأبلود ويتست الكورس كونتنت على الـ Learning Management System علشان كده الـ E-Content Developer لازل يكون فاهم كويس جدا إزاي يتعامل مع الـ LMS المختلفة وإيه هي الـ Features المختلفة اللي مفروض تكون موجودة في الـ LMS إزاي نقدر نعمل الـ Store لبلوجين عشان نزود الـ Features اللي موجودة في الـ Learning Management System وطبع من الحاجات اللي ممكن تدي إدج كبيرة لو الـ E-Content Developer عنده الـ Solid Background ولغات برمجة زي الـ PHP والـ MySQL فيقدر ان هو يطور بعض البلوجين عشان هتبقى أضافة كوية للـ Skills اللي عنده الـ Learning Management System كورس Model Administration Tutorial Beginner Intermediate Guide Model 3.0 Master Classes Complete Educator Guide to Model وي كورس الـ How to Create a Plugin for Model Using PHP رابعة مهمة ان هو يطور يعمل باكتجينج للـ Content بتاعنا تبقى لمعايير الـ E-Learning Standard زي الـ SCORM والتنكان EPI الـ E-Learning Standard هي مجموعة من المعايير اللي بتحدد إزاي المحتوى الإلكتروني بتاعنا بيتكون علشان خاطر يبقى سهل ان احنا ننقله من الـ LMS لـ LMS تاني وكمان عشان خاطر نعرف نعمل تلائكينج للطالب ونشوف الـ Progres بتاعه معظم الـ Learning Management System بتصبرت المعايير دي ان هدوات بيساعد على تحقيق Concept Reaisability ان المحتوى بتاعنا نقدر نستخدمه اكتر من مرة في كورسات مختلفة من اشهر المعايير ديت هو معيار اسكورم وفيه كمان AICC و XAPI او ما يعرف بيه الـ Timcan API طبعا فهم ازاي معيار اسكورم بيشتغل ده بيعتبر من المهارات المهمة جدا اللي لازم الـ E-Content Developer يكون ملمي بيها من الـ Resources الخاصة بالـ E-Learning Standard هنلاقي موقع اسكورم.com وده علي كتير من الماتيريال والمصادر الخاصة بالاسكورم ده غير انه هو عليه حاجة اسمها اسكورم كلاوي ده زي E-Learning Management System بيقدر نرفع عليه الكورسات بتاعتنا بمعايير مختلفة عشان نعرف نعملها تست قبل ما تنزل ليه Live Production وفيه كمان جزء خاص بالـ Timcan API اللي يبعتبر هو دغط مستقبل E-Learning Standard او التطور القادم للاسكورم بيتبع الـ UI والـ UX Standard خاصة ان المحتوى التعليمي بتاعنا بيعتمد بشكل كبير على التفاول ما بين الطالب وما بين المحتوى فلازم المحتوى يكون بيسهل الـ User Flow ويكون More Accessible والنفجيشن جوه الكورس سهل بحيث انه ما يسببش اي عائق في سير العمليات التعليمية بيخلي الطالب مينكد اكتر في مهم المادة العلمية من غير ما يكون عنده اي مشاكل في التعامل مع المحتوى نفسه وده بيقدي في الاخر ان احنا نقدر نوصل لمحتوى تعليمي More Effective ومن الكورسات المهمة هللاقي على موقع كورسيره كورس UI UX Design طبعا فيروس بن ساوليسة تانية مهمة زي تصميم وتطوير الـ Assessment بأنواع مختلفة زي ان انا ادر اعمل كويز وادر اعمل اكزام وابقى عارف الأنواع المختلفة للأسئلة تاني حاجة تطوير الألعاب التعليمية و الـ Learning Simulation اللي مبقاش السيناريو بتاعها Street for Road ولكن ببقى فيه تشالنج معين وبناء على التفاعل اللي بيحصل ما بين الطالب و بين الـ Content بقى فيه سيناريوهات كتير واحتمالات مختلفة عشان كده لازم الـ Developer يكون عنده مهارة حلل المشكلات ويعرف اتعامل مع الـ Cases ديت والـ Challenges ديت وفي نفس الوقت يتخلي الكود بتاعنا Optimized وكمان لازم يكون عنده أساسيات تصميم الألعاب وما يتمدش بس على الكلام اللي موجود في الـ Storyboard تالت حاجة او من الحاجات اللي ممكن تديميه زي الـ E-Content Developer انه هو يكون عنده إلمام باستخدام بعض برامج الـ Graphics و الفيديو Capturing والـ Editing Tools خصوصا لو بيشتغل في الشركة ما عندهاش ميزانية مخصصة للشراء وصرينج Tools رابع حاجة فبعض الأوقات بيقوم يطلوب منه يعمل evaluation لمحتوى موجود بالفعل عشان يحدد هل المحتوى دوت ينفع نعادة استخدام ولا لأ خامس حاجة لو ينفع عادة استخدام المحتوى دوت فلازم يكون عارف ازاي يقدر وعيد سيغطها واستخدامها في محتوى جديد وطبعاً دوت بيوفر وقته موجود كبير للـ Team ككل سادس حاجة زي أننا نقدر استخدام الميتا داتها عشان نقدر اعمل indexing وarchiving لتوصيف اللي ببقى شغال عليها عشان نقدر اطبق مبدأ الـ Reuser Better سابع حاجة تعديل وتصحيح البوكس اللي بتيجي من التستر والـ Quality Team قبل المحتوى ما يوصل للصورة النهائية ثامن حاجة اكتعامل مع بعض الـ Speck Holder بطريقة مباشرة زي الـ Project Manager الـ Instruction Designer الـ Learning Management System Administrator والكبالة Team والتستر وده بيطلب ان انا يكون عندي مهارات التواصل جيدة جدا عشان نقدر نتناقش معاهم في عرض المشكلات وحلها تسح حاجة في بعض المواقف بيكون فيه لدع الـ Developer انه يكون شغال في اكتر من المشروع في نفس الوقت عشان كده دوت بيحتاج ان يكون Multi-Task Person بيقدر نلخص كلامنا صغف المهارات اللي محتاجها الـ E-Content Developer لخمس مجموعات اول مجموعة هي مهارات الـ E-Learning وده اللي بتفري الـ E-Content Developer عن اي ديولبر عادي انه لازم يكون ملم بأسيات الـ E-Learning والتصميم التعليمي وقراءة الـ Storyboard تاني مجموعة هي مهارات الـ Content Development وده المهارات الخاصة باستخدام الـ O-Sering Tool ازاي ادراع من عملية الـ Packaging للمحتوى تبقى الـ E-Learning Standard زي الـ SCORM والـ 10-CAN APIs ازاي اضمن ان المحتوى بيتبع UI والـ UX Standard بتيجي بعد كده الـ Programming Skills وده المهارات اللي لازم تكون موجودة عند اي ديولبر زي الـ Coding Skills و الـ Problem Solving Skills وبيزيد عليها لمطور المحتوى التعليمي مهارات الـ Game Design وخاصة الألعاب التعليمية بجانب الـ Learning Simulation الرابع مجموعة هي المهارات الخاصة بالتعامل مع الـ Learning Management System واخيراً الـ Soft Skills ما بين الـ Time Management وال Communication Skills و AMP Tرانيو